مصدر كمان داخل نادي الزمالك قال لنا في رقم 10 النادي بدأ التحرك الفعلي لضم مهاجم في شهر يناير القادم نادي الزمالك حاطت قدامه اكثر من خيار اول خيارات ضم مهاجم مصري وثاني الخيارات ضم مهاجم اجنبي تحت السن والخيار التاني يعني الزمالك بدأ يبص على اكثر من مهاجم خارج مصر حاليا تحت السن ولو لو ما لقاش مهاجم تحت السن اجنبي كويس وما لقاش مهاجم مصري كويس ممكن يلجأ ان هو يبحث عن مهاجم اجنبي فوق السن حتى لو هيستغنى عن احد لعبيه الاجانب في الفريق في الوقت الحالي